ما كنتش حضرتك متوقع انه عالم دين لما يسور حلقات مستضيف فيها فنانين ده هيعمل جدل هو هيعمل جدل بنظري مونة هانم هيعمل جدل في حالة واحدة لو انا على المسرح معاه وبنربس او الله او هو بيغني وانا بقول هاي انما اهلا يا عمر ازايك يا عمر عامل ايه امتى ابتديت تغني امك راضياء بتعمل ايه مع امك جبت ايه لامك صوتك حلوة اقرأنا اية ايه اللي يمنع تب والفنانات يا دكتور لما مثلا حلقت مثلا وفاق عامر قلت لها ايه كنت بتقول ايه للفنانات اللي بقوله للرجالة مفيش ما 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 والله العظيم عندي حوار يقتلب انما بطبيعة الانساء الحاجة اللي هي تحب تقولها الحاجة اللي اصرت في حياتها بيتها جوزها عيالها حاجات كده حوار هادي وجميل جدا وكان عجبهم اوي 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 مونولوج التحول في حياة دكتور مبروك عطية كان فيديو زينبو الشهير اه منادة مبنى على الضم في محل نصر ايه بس الافي كان حلو لا اله الا الله الافي كان حلو يا دكتور وكان فتحة خير على حضرتك طيب زي بعد انت شايفة كده ايه كان فتحة خير ليه حضرتك بقيت مشهور وبقيت مطلوب بالكام مليون اللي شافوا يا زينبو اه طيب فهموا منه ايه ده اللي يعنيني في المقام الاول طيب ما حضرتك بقيت مطلوب وبقت مشاهداتك اكتر وبقت الناس تفرج عليك اكتر طيب فهمه ايه يا فندم ما انا معاك تاتا تاتا اكتر اكيد اللي تبعوك بقى فهمه كتير من كلام حضرتك ومن نصائح حضرتك ومن ارشادات حضرتك انت عارفة كانت اتصالها بخصوص ايه؟ بنتها اتجوزت وخلفت ايه واتطلقت ضربت وهم مسكوا وضربوا الواج وسرقوا العفش وسرقوا العفش وسرقوا العفش واشتكوا وحبسوه اه انت عارفة سؤالها بقى اللي خلاني اصلي ركعتين على فكرة شكر بعد ما خلصت الحلقة في دريم هم اسجد لله شكر ان ما قلتش كلمة اه حضرتك قلت انه مسكت نفسك جامد جدا عشان ما تجتمعش حلال ده ولا حرام اه يعني بالزمة بعد ما ضربناه وحبسناه وسرقنا العفش ايو وبنسأل حلال ولا حرام احنا بنقول سرقنا وبنسأل حلال ولا حرام ايوش خيالي اه بس الفيديو ده كان مونولوك تحول كان نقطة تحول كبيرة في حياة دكتور مظلوق عدر والله لأن نقطة التحول ولا تحولت بعده ولا هو كان نقطة ولا مختلف طرق انا قصدي تحول لحضرتك مع الناس يا دكتور مع الناس شهرة حضرتك اتشهرت اكتر بكتير واتعرفت اكتر بكتير وغمور حضرتك زاد انتي قادرة ايوه وبقيت مطلوب اكتر حضرتك ما حستتش بدا لا بجد؟ والله العظيم الاسازة اللي بنقشوه انا كنت موجود طبعا قال له يا زينبو مش مش شهرة وسط لغاية فين؟ طب شفت بقى عامل نفسك مش عارف لي يا دكتور تايو لا طب انا كنت قابلها مش نكرة لا 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 مش قصدي كده مش ده المقصود اللي عفو يا دكتور لا مش ده المقصود انا قصد انه هو كان نقطة تحول جماهيرية والله سببه والله سببه الضمة بتاعك البين يا زينبو ايوالله العظيم ده دليل على الضعف اللغة وعند الله لا ارد فعلا حضرتك برضو على الكلام اللي تقال اكيد التلقائية بقى هو كان رزق ايه دكتور يا سلامة ايوه كان رزق ومكتوب لحضرتك وكان رزق كمان ان حضرتك ما تغلطش فيها ايوه ده كمان كان رزق ده كمان كان رزق لان فيه حاجات تخرج عن طاقة الانسان اه لما يلاقي حد بيسأل اضرب ابويا حلال ولا حرام اضرب ابويا يا ربنا يقول فلا تقول لهما اف فحرم انك تقولي لابوك اف تضربيه موسيقى